إن وجود مقدار معين من الغازات في البطن هو أمر طبيعي في عملية الهضم في جسم الإنسان ولكن إن حدث أن قامت الغازات أو حتى عملية الانتفاخ بأحداث مشاكل الإجهاد أو التوتر فعليك التفكير بجدية في التعامل مع هذا الموضوع لمعرفة المزيد من التفاصيل عن أسباب غازات البطن وطرق علاجها والوقاية منها نستقبل معنا من داخل الاستوديو الدكتور نادر حمودة اختصاص الأمراض البطنية والجهاز الهضمي الله يصبحك بألف خير صباح النور أهلين هكذا افتتاح معاك هذا افتتاح صباحنا جميل أهلا بك أهلين بداية دكتور يمكن هذا الموضوع اللي الناس كلها بتهتم فيه خلينا نحكي عن أسباب الغازات البطن وإمتى ممكن يكون الوضع طبيعي بنسبة للجسم وإمتى لازم ننتبه ونعطيه اهتمام أكثر الغازات زي ما حكيتي أنه ممكن تكون شيء طبيعي عند الإنسان لأنه لما نشرب ماء أو نوكل فيه كمية معينة من الهواب تدخلها داخل المعدة لكن هاي الكمية بتكونش كبيرة بحيث أنه توصل للمسران بتتم إيش عملية الجشاء ما يسمى بالجشاء يعني المدارع بالعرب الهام أنه بتخرج عن طريق الفم فهذه ما بتشكل أي خطورة أو أي ما بتعطي أي أعراض ما بتزعج الإنسان إلا إذا فيه حالات معينة حالات نفسية بصير الإنسان نفسه من حيث لا يدري أنه يبلع كميات كبيرة من الهواء ويقوم بعملية الجشاء المتكرر هاي بتكون فيه عملية مزعجة بالنسبة إليه طبعا لها بده يكون فيه لها علاج نفسي من الموضوع هذا هلا مصدر الغازات في البطن هو البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة في الأمعاء الغليظة فيه حوالي 500 نوع من البكتيريا وكميتها هاي بتكون كبيرة جدا بحيث أنه يعني لو قارناها بعدد خلايا الجسم هذه البكتيريا فيه تسع أضعاف عدد الخلايا الجسم فكميتها كبيرة جدا يعني حتى يقال إنه إذا أخذنا البراز الجاف ثلثين ويكون بكتيريا لكن هاي البكتيريا موجودة في توازن يعني فيه جزء جزء منها بكتيريا النافعة وفيه جزء منها البكتيريا الضارة لكن فيه توازن دقيق ما بين هاي الأمور بحيث أنه إذا مثلا صار اختلال في هذا التوازن تظهر هلا البكتيريا هي مسؤولة عن عملية إنهاء الهضم يعني فيه بعض المواد اللي لا تهضم ولا يتم امتصاصها فبتوصل للمسران القليل هناك البكتيريا تتعامل معها ونتيجة التعامل هذا بنتج غازات مثل إيش الأنواع؟ الغازات اللي بتنتج هي الحيدروجين والميثان وثاني أكسيد الكربون ثلاث أنواع من الله ثلاث أنواع وبعدها ممكن الكبريت يعني موجود فيه اج تو اس ممكن أنه يخرج كمان فإذا أخذنا الأطعمة موجود فيها الكبريت إذن يعني السبب الأساسي هو عمليا الغذاء هو الغذاء هو الغذاء أما بنا نجي لهذا الحكي إنه شو اللي بيخلل فيه السكريات أهم شي فيه أنواع من السكر اللي هي اللاكتوز والفركتوز والسربيتول هاي يعني إحنا بنقول إنه اللاكتوز هو موجود فيه الحليب وبالتالي فيه كثير من الناس بقول لك لنا بشرب حليب بسيب ننفاخ ليش؟ لأنه هذا فيه يجب حتى يتم هضم اللاكتوز بدنا إنزيم معين اسمه اللاكتوز هذا الإنزيم مع العمر بقل ومرات عند الشعوب بعض الشعوب مثلا الشعوب العربية اللي عايشة في حوض البحر الأبد المسلس واليهود والأرمن وغير ذلك والأمريكا الشمالية مش موجود هذا الإنزيم وبالتالي بصير عملية عدم تحمل للحليب بينما الأوروبيين عندهم هذا الإنزيم موجود بشربوا حليب بالليترات ما بصير لهم شي شي طب إذا هذا يعني مثال على هذا واحد ثانيا عندك السربيتول هو عبارة عن محليات هذه بستعملوها في تحليات بعض المشروبات الموجودة يعني لو بنقرأ عن شو بنوكل بنشوف إنه في مواد هاي مواد كمان هذة غير قابلة للهضم مثل إيش؟ أعطينا أمثلة بس نكونوا عارفين ونربطها للناس كل المشروبات هذة اللي بيعوها مشروبات الغزية غزية وغير وعصائر كلهم هذة بستعمل فيها محليات صح نسبة سكر تكون عالية جدا يعني مكشفة الثالث اللي هو الفروكتوز الفروكتوز بستعملوه أكثر منه بستعملوه شراب الذرة في مرات يعني إذا بتقرأ مثلا شوكولاتة موجودة شراب ذرة أو عصير مضافلو شراب الذرة هذا كمان بعمل غازات في البطل دكتور هذا باعتمد على المواد الغذائية نفسها بس هل في شيء عوامل أو تتحكم فيها جسمنا اختلاف أجسامنا عن بعض عوامل طبعا هو بالنسبة للغازات ويقال أنه في بعض العائلات الفاملز اللي عندهم أنواع من البكتيريا اللي بتصدر كميات كبيرة من هذه الغذات وبتشكل بالنسبة لهم يعني إزعاج وفي ناس ما فيش عندهم هاي البكتيريا اللي بتصدر هاي الغذات إذا ممكن يكون في عامل وراثي في عامل وراثي والناس حسب تعاملهم مع الغذات يعني يختلف من إنسان لآخر يعني هي كمية الغاز مرات بتكون قليلة جدا لكن تأثيرها على الإنسان بتكون قوي جدا وهذا ملاحظة عند الناس اللي عندهم القولون العصبي إنه كميات قليلة من الغاز بتعمل أعراض لأنه بكون هذا عنده حساسية مفرطة لهاي الغذات طيب دكتور من هون من ناحية طبية ومن ناحية جهازنا الهضمي كيف بتأثر الغذات سلبا على جسنا أو ما إلها تأثير سلبا هي بتأثر إنها مزعجة لكن هي بحد ذاتها يعني ما بتسببش يعني خلل أو بتأديش إلى وفاء أو إلى ذلك يعني ما في مضاعفات لكن لا هو حسب من إيش جاي الغذات سنحكي عن الغذات هذه اللي بتيجي بين فترة وفترة حسب نوعية الأكل اللي بناكله أو شغلات انتفخنا ليش؟ لأنه فيها بعض الألياف في هذه المواد اللي غير قابل للامتصاص هلأ غير قابل للامتصاص هون تتروح بتتوصل للمسران الغليد المسران الغليد تتعامل مع حميل البكتيريا الموجودة في المسران هذه البكتيريا في عملية هدمها أو عملية التخلص منها بتنتج الغازات فبتسبب إنها مشاكل إنها بتضغط كذا لكن هناك في بعض الأمراض اللي بتكون مصاحبة لوجود غازات أو إنه انسداد مثلا ممكن إنه صير الغازات تعمل انسداد في المسران تصير بدنا جراحة بدنا تدخل جراحي بدنا تدخل طبي طب دكتور حكينا عن بعض هلما ممكن للغازات ما بتصير؟ بصير في عدة أسباب إنه في خلل في الامتصاص أو خلل في عملية الهضم إذا في عملية الهضم خلل معناته بيكون في خلل مثلا في إفراز المعدة إنه في قلة في الحامض الحامض هذا مسؤول عن عملية الهضم لكن لو هذا الحامض مش موجود في المعدة بعمل خلل بصيرت فيه تعفن هلا هذا بتجي ليس؟ بجي مرات بالأمراض إنه في عمال متقدمة صار في مواد في الخلايا اللي بتفوز الحامض أو إنه إحنا بنستعمل كثير الأنتي أسيت يعني المواد الأدوية اللي بتخفض نسبة الحامض يعني إحنا دائما بنوخذ صار إشي في بطننا بنوخذ دواء مثل الراتيديين مثل مثل شغلات هاي هذا بتخفض الحامض ببطل في عملية هذا الشغلة الثانية إنه ممكن يكون فيه هبوط في عملية إفراز عصارات البنكرياس إذا كان هذه عصارة البنكرياس فيها إنزيمات غير عن الإنسولين الإنسولين هو يعني مسؤول البنكرياس فيه وظيفتين وظيفة الإندوكراين إنه بفرز الإنسولين ووظيفة أخرى مسؤولة عن الهضم في إنزيمات هذه الإنزيمات ضرورية هبوط أحدثت عن البنكرياس كيف نقدر نسيطر عليه أو نتعامل معه هلا بدك شخصية أول سكي بتعامل معه بدك تعطي إنزيمات يعني تعاوض الإنسان عن الإشي القليل عنده فيه حبوه بتحتوي على الإنزيمات اللي هي ضرورية لعملية الهضم عشان يعني نقدر نفيد أكبر فئة من المشاهدين نتحدث إحنا عن الوضع الوضع مش عم نحكي إذا كان فيه أمراض ونحكي عن وضع العادي إنه نحكي فيه بعض الأحيان هذا اللي أسألك هلا شوف نوكل شوف نوكل شوف يصير هذا اللي أسألك إذا إحنا كمان نقدر في كتير من الأشخاص اللي ممكن أو سلوكيات شائعة كيف نتعامل مع الأغذية عشان نتقلل من انتفاخ هل فيه نصائح طبية في هذا الشأن؟ يعني نصائح طبية إذا فيه عنده هو الإنسان حساسية مثلا للأكتوز للحليب ما يشرب حليب أو يأخذ الحليب بدل الحليب بنقول لهم عملوا رائب دعما بنروب الحليب بصير تكسير لشغلتها بصير عملية الامتصاص أفضل وبالتالي بعملش نفاق زي الحليب آه مثال حليب إذا هو بالدوكل يأخذه عن طريق اللبن طب هل فيه مواد غذائية الممكن تخفف يعني بعد من تعرض لمواد غذائية الممكن تتساعد في هذا الموضوع مثل الحليب هل في مثلا فيه ناس تقول ممكن مشروبات الساخنة مثل اليانسون ممكن تساعد الغازات مهي هو الغازات يعني ما بصيرش عندها ما بتتجمعش بتتمها موجودة في الجسم هي تخرج هي تخرج عن طريق الشر فهذا بصير العمليان إنه المسران بخرجها والإنسان بتخلص منها هلا فيه بدك تحدد إنه هذا عنده مشكلة ولا ما عندهش مشكلة بدنا نشوف أكام مره بخرج الغازات في اليوم طب النسبة للأطفال الرضع اللي بيعانوا من هذا الموضوع فيه منه هذا الحكي إنه بصير عندهم حالات من الكوليك شايفة إنه بصير فيه غازات وهذه مش معروفة الأسباب شايفة ليش بصير عندهم يعني كيف تنصح الأهل اللي يتعاملوا معها يعني الأهل يتعاملوا مع أطفالهم في حال وجود انتفاخ متكرر هلا أعطوهم هم بعض المواد يعني اللي ممكن هتقيم لهم الكوليك أو فيه أدوية لهذه الشغلات هذه بتصير في أعمار معينة شايفة في فترات معينة من حياة الطفل بس بعدين هذه بتروح هل فيه أدوية ممكن ناخدها بدون يعني ما نروح للطبيب المختص من الصيدلية اللي بتساعد ممكن أو تقلل من موضوع الانتفاخ هو لا ينصح بذلك شايفة فيه أدوية يعني فيه السيميزيكون مثلا فيه أدوية هذه بتعمل إنها بت فقاعات الهواء الموجودة بتكسرها بتتحولها إلى فقاعة صغيرة بتحقيق سهولة الإخراج هذه الغازات هو المشكلة في الغازات إنه إنه نعمل على أساس إنها ما تتشكل هلا ما تتشكل بدك تشوف كمان وضعك بالنسبة للبكتيريا اليوم فيه دراسات وهذه الدراسات تمت على زمن الاتحاد السوفيتي يعني زمان من عالم اسمه ميشنكا توصلوا إنه اللي فيه توازن بين البكتيريا هاي الموجودة في المصران يعني عملوا دراسات بحيث إنهم شافوا إنه بصير مرات فيه خلل في التوازن بحيث إنه بصير يعني بصير في عندك عمليا إنه بكتيريا الضارة بتزيد كميتها هاي بدك تتعامل يمع بتخلص من هذه البكتيريا الضارة الموجودة بإعطاء المضادات الحيوية وبالتالي استعمال المواد الحيوية اللي بتزرع هاي البكتيريا في المصران وهل في عندك مثل هاي الفحصات موجود موجود لا لا الفحصات ممكن ما تفحصيش لأنه هون في عندك الفحص عن طريق النفخ يعني تحديد الهايدروجين في النفس هاي مش موجودة عندنا بس في بعض الفحصات في المختبر يعني ممكن تعملي تعطيه مثلا تعطيه مادة سكر وتشوف بعدين يعني عن طريق فحص الدم كيف صار عملية فيه امتصاص وليس امتصاص اذا يعني الناس اللي كانت تلقت بتفكر انه ايش ممكن تكون الاسباب نقول ان الاسباب الاساسية هي المواد الغذائية لإحامتنا اما هاي اذا صار فيه اخرى اعراض اخرى مثلا ذا المريض او تطور يعني انه عندي مثلا بخرج دام او في عندي وزني نقص او صار عندي تعاب او صار عندي حرارة بعدك تشوفي شو فيه السبب وراء ذلك هلا فيه اشي بكون علاقة بالامتصاص مثلا مع الابسورشن هذا بعطي خلل في المسران شايف بتكتعملي معه فيه امراض اخرى تتراوح ما بين الالتهام ما بين البرازايت يعني التفايليات الموجودة خاصة الجياردة وغيرها وغيرها شايف والكانسر يعني هم كمان بعطي هذا عرض الغازات عرض ممكن يكون مؤشر على بعض الامراض ممكن يكون مؤشر لأمراض أكثر خطورة وممكن يكون شغلة يعني بتكتفرقي بين المرض وظيفي ومرض عضوي لأنه في التشنج المسران الغليد اللي هو الكولون العصبي فيه طبعا غازات فيه ازعاج بس احنا بنقاش نقول دايما انه هذا تشنج او هذا مسران عصبي اذا احنا بنقدر يعني نراقب انفسنا الحل مش رح يكون سحري لهذا الموضوع بنراقب حلنا نراقب المواد الغذائية او كله كيف نعرف كيف نوكل كيف نوكل كيف نوكل مما المواد اللي بعطونا يعني لكم كل شي مصنع لالتصنيع هذا انت ماش انت متدخل شي تتعلم هانا ما بنقرأ بس انت ذكرت المقونات نبلا طيب الدكتور اذا تحب تقدم نصيحة لكل المشاهدين في هذا الموضوع في نهاية هذا اللقاء والاحتمام بصحته الوحد انسان يعني هي صحته اهم شي وهو كيف بتعامل مع نفسه يعني هذي جسده هو المكان الوحيد اللي ممكن نعيش فيه صح 100% واهم شي كمان كيف نتقبل انفسنا يعني هذا كمان هذا ما يفرض في اي اجتناول اي اجتناول اي اجتناول يعني يعني في بشوف اطفال بكونوا الصبح ماشيين وبشربوا مشروبات الطاقة هاي اللي بيعوها في الدفاكين صح وياريت يعني السلطة هتمنع بيع هاي المواد هذا موضوع كمان نتحدثنا فيه يعني بالتفصيل في البرنامج ونتمنى يعني يكون كمان هاي النصائح مسموعة انا بدي اشكرك في هذا الصباح على وقتك واكيد نتمنى لك نهار سعيد رح ننتقل كمان الى نصائح صحية معريمة بفقرة لصحتك نشوف شو محضرتنا معلومات جديدة لهذا الصباح واكيد رجعيني نكمل كونوا معنا